في الفيديو داوت هقولك ازاي تحفظ بسرعة من غير ما تنسى ولا كلمة من اللي ذاكرته بس قبل ما ابدأ خلينا احكي لك قصة صغيرة فيه اتنين صحابي واحد اسمه يوسف واحد اسمه علي كانوا معي السنة اللي فاتت في المدرسة يوسف وعلي لما ظهرت النتيجة تلعوا الاثنين جايبين نفس الدرجة بالظبط اللي اتنين كروا جايبين 95% بس الغريب في الموضوع ان الاثنين ما كانوش بيذاكروا زي بعض او قد بعض خالص اللي حصل ان كان يوسف بيذاكر من اول السنة كان مرتزم وبيحذر كل الدروس وكان بيجيب اعلى الدرجات في امتحانات الشهر بس علي ما كانش كده خالص علي كان بيحذر حصة وحصة لأ ودرجاته ما كانش احسن حاجة في امتحانات الشهر بس اللي حصل ان علي جاي قبل الامتحان باسبوعين كده وبدأ يلم كل المواد في الاسبوعين اللي قبل الامتحانات ويذاكر كل الدروس ويلم كل اللي كان متركم عليه ويطبق كام يوم كده اللي حد معارف يلم كل المواد وجاب نفس الدرجة اللي جابها يوسف السؤال هنا هل يوسف وعلي متساويين مع بعض بما انهم هم اللي اتنين جايبين نفس الدرجة الاجابة لا يبقى من قصتنا ان علي اسكب كتير من يوسف يوسف قاعد يذاكر السنة كلها عشان يجيب 95% مع ان علي جاب 95% من مذاكرة اسبوعين بس والحقيقة ان ده مش صح لو انت جيت تسأل سؤال في المنهج بعد فترة لعلي غالبا مش هيعرف جاوبك وهيكون نسي كل المعلومات ولكن يوسف هيكون فاكر كل معلومة ذاكرها والسنة اللي بعدها لما يوسف يذاكر هيلاقوا انه حافظ كل المعلومات السنين اللي فاتت بس علي اللي جاب نفس الدرجة مش هيكون حافظ كل المعلومات وده بسبب ان المعلومات اللي ذاكرها يوسف دخلت في الزاكرة طويلة المدى ولكن المعلومات اللي ذاكرها علي دخلت في زاكرة قصيرة المدى يعني ايه قصيرة المدى وطويلة المدى دي يعني المعلومة تقدر تفتكرها لمدة قليلة بعد كده بتنساها. لكن مع يوسف المعلومة هيفضل فاكرها على طول. اما قصة عبرة بصحيح. عشان كده المفروض نذاكر اول باول. علشان ما نجيش في وقت انذاكر كمية كبيرة جدا في وقت وليل فالمعلومات تدخل في الزاكرة قصرت المادة مش طويلة المادة. وما تلاقيش نفسك مش فاكر حاجة وقت الامتحان. وعشان كده بحاول اذاكر اول باول. بس احيانا بيكون فيه تركمات. ولو انت كمان عندك مشكلة تركمات الفترة دية هتلاقيني عامل فيديو وهتلاقي ظاهر لك في الاي اللي هنا وهنا. بيتكلم عن ازاي تلم كل المتراكم عليك من غير ما تكاروت ولا درس. وتذاكر كل درس بتركيز. حتى لو كان متراكم عليك المنهك كله. فيديو رهيب جدا انصحك. تبص عليه وهتلاقي كمان اللينك في الديسكريبشن. دي كانت قصة يوسف وعلي. خليني بقى اقول لك تركات كده ونقط تخلي بالك منها وانت بتذاكر. هتساعدك انك بعد ما تخلص مذاكرة تلاقي نفسك حفظ كل حاجة ومش ناسي اي حاجة لما تيجي ترجع للمعلومات بعد كده. اول حاجة هيق الجوح حواليك. يعني مسلا ما تلاقيش جنبك الموبايل وتلاقي واحد صاحبك قاعد يبعط لك كل شوية. او انت قاعد تذاكر في الصالة واخوتك قاعدين يلعبوا جنبك او التلفزيون مفتوح. المفروض تدخل قطك وتقفل بابك وترمي تليفونك برا القوضة وتحط قدامك الدرس اللي انت هتذاكره وتبدأ مذاكرة. تاني حاجة. وانت بتسمع شرح المدرس سواء في سنتر او اونلاين امسك وراء وقلم وابدأ خطط وراه او اكتب وراه اللي بيقوله. ده هيساعدك جدا جدا بعد ما تخلص الدرس انك لما تيجي تذاكره تفتكر كل حاجة قالها الميستر وهو بيشرح. وهيخلي كتابة الواجب سهلة جدا بالنسبة لك لان كل النقط اللي الميستر شرحها موجودة قدامك على الورق. غير بقى لو انت بتذاكر من الكتاب الكلام مش هيكون مرتب بنفس الترتيب اللي تشرح لك بيه. تالت حاجة. اشرح لنفسك بصوت عالي. الحوار دوت انا كنت بعمله من زمان بصراحة. بس ما عرفش ان هو مثبت علميا ومعروف آآ علميا يعني ان هو صح. لو انت مسكت الكتاب وبدأت تتكلم بصوت عالي وكأن فيه طالب قدامك بتشرح له او انت بتشرح لنفسك هتلاقي ان المعلومات بتدخل دماغك احسن بكتير من انت تقراها من غير صوت. فامسك كتابك ويبدأ يقرأ الكلام بصوت عالي. ده هيساعدك في مواد فيها حفز زي حفز الكلمات في الانجليش وحفز المعادلات في الكيميا مثلا او انك تشرح لنفسك حاجة في البيولوجي او حاجة في الماس. انك تشرح لنفسك المنهج ده هيخليك تفاكر كل كلمة موجودة في الدرس. رابع حاجة. اربط المنهج باغاني. هي النقطة ديت قريبة من النقطة اللي فاتت. انك تعمل اغاني ولنكات للمنهج بتاعك. يعني مثلا لو انت لقيت ان فيه تعريف صعب مثلا تبدأ تغني لنفسك وتعمله اغنية. او لو فيه مصطلح انت مش عارف تحفظه وممكن تربطه بحاجة ما. في الكيمستري عندنا ان هي ترتب الالكترونيات على اللي هي الاس اس بي اس بي اس. ده عملناها اغنية وخليناها اس اس بس بس دبس دبس فدبس فدب. يعني حولنا الحروف اللي ملهاش معنا لاغنية نقدر نحفزها بسهولة. فده بيخلينا نحفز الاغنية ديت من اولى سنة ودخل الدماغي وخلاص مش هنسها تاني. خمسة. اس موقتك. انا عارف ان انا قلت الكلام ده كتير قبل كده بس انك تزاكر تلات ساعات واربعة ده مش هيفيدك خالص. ولكن ممكن يضرك كمان لان الجسمك هيكون مرهق وظهرك مكسور والدنيا بايزة خالص. ولكن زاكر خمسين دقيقة وخد عشر دقيقة راحة وخمسين وعشر دقيقة وابدأ اس موقتك بالطريقة ديت. عشان تحفظ على قدرتك انك تدخل دماغك معلومات. لازم تديها بريك كل فترة. فقسم وقتك بالطريقة ديت خمسين دقيقة وعشر دقيقة. او لو انت مش بتقدر تكمل خمسين دقيقة. خليها خمسة وعشرين دقيقة وخمس دقيقة راحة. وبالمناسبة هنعمل لايفات قريبة مذاكرة. يعني نفتح لايف ونحط طايمر لنفسنا. وكل واحد هيفدأ يذاكر قدام الطايمر وهنشوف انجازنا قدقيه في الاخر. فهيبقى حاجة مشجعة جدا جدا لنا كلنا. فلو انت من لسة ما عملتوا سبسكرايب للقناة انزل اعمل سبسكرايب حالا. وفعل الجرس عشان يوصلك في فيديو اول ما ينزل. سادس حاجة. ما تقرنش نفسك باي حد في الدنيا. المقارنة المشكلة عندنا في مصر منتشرة جدا جدا. انت ازاي يا ابني ميزاي ابن خالتك. شوف ابن خالتك قصة اللي فين دلوقتي. الوقت خلص المنهج بقاله ستة شهور ورجع المنهج ستلاف مرة. انت ازاي مش زيه. المقارنة في حد ذاتها ما بين ابني ادمين وبعضيها دي حاجة مش فير يعني حاجة مش عادلة. لان كل واحد بدماغ معينة بظروف معينة. ممكن يكون واحد كان بيذاكر السنين اللي فاتت. فبالتالي لما يجي يذاكر السنة دي هيبقى الموضوع سهل. ولكن واحد تاني مش بيذاكر السنين اللي فاتت. فهو بيبزل مجهود زيادة السنة دي عشان يعرف يجيب مجموع كويس. واحد تاني ممكن يكون حصله ظرف ما مش قادر يذاكر بسببه. فالمقارنة غلط جدا جدا في العموم اصلا يعني مش في سنوية عامة بس ولكن في الحياة كلها ما ينفعش تكرن نفسك باي حد لان احنا بنقادمين مختلفين عن بعضنا. فما تلاقيش واحد بيذاكر ست ساعات في اليوم وتقول يالتني كنت بذاكر زيه ست ساعات لان ممكن هو يكون ست ساعات دول بيخلص فيهم درس واحد. وانت بتتخلص الدرس الواحد في ساعة واحدة. ممكن برضو هو يكون بيذاكر كتير. بيعرف يركز مدة طويلة. وانت ما بتركزش بالمدة الطويلة. وبس الحل هنا انك تشوف ايه اللي بيمنع تركيزك. ممكن مثلا بسبب مشتتاحت حواليك. او بسبب انك مش بتقطع الوقت انك بتذاكر تلات ساعات مرة واحدة. ومش بتقسم عشر دقيقة راحة ما بين كل ساعة. فبالتالي انت مش عارف تركز مدة طويلة. فما تكرنش نفسك بحد ولكن حاول دايما تطور نفسك وتشوف مشكلتك فين وتحسنها. تقريبا سابع حاجة مش فاكر. بس المهم يعني. اخر حاجة حابب اقولها النهاردة. حط هدف قدامك. لو انت مش حاطت هدف انت عايز توصله في نهاية السنة فما اعتقدش ان انك هتفضل محفز وهتفضل دايما عايز تذاكر باستمرار. ولكن هاجي لك وقت هتلاقي نفسك بتكسل تذاكر عادي خالص. فحل الحوار دوت انك حط هدف قدامك انا عايز اوصل لكلية معينة وحدد كلية معينة يعني حدد مثلا كل طب وكلية هندسة كلية حساباته معلومات. تكون هدف واضح قدامك. ما تقولش انا عايز اجيب مجموعه وخلاص. او عايز اذاكر عشان افرح اهلي في الاخر. ده مش هدف واضح وصريح. اهم حاجة في موضوع الهدف ان يكون واضح قدامك. وهتضاحب حاجات تانية ممكن تكون امتع من المزاكرة زي خروجات او اكلة حلوة او تتفرج علاماتش مثلا. هتضاحب كل دوت عشان توصل للهدف بتاعك في الاخر. ولما توصل للهدف اكيد انت هتشكر نفسك انك سبت الحاجات ديت وركزت انك توصل لهدفك. انا حاسس ان انا الافتي بتاعتنية بشرية قوي. بس اه الكلام فعلا حقيقي يعني لو جيت تفكر فيه. وبس كده يعني دي كانت كل حاجة بالنسبة الفيديو النهاردة. الفيديو جاي ان شاء الله هكلمكم عن حاجة حصلت معي. اني كنت في اول السنة بذكر بشكل كبير قوي. وما كانتش درجاتي احسن حاجة يعني بعد ما انا اكون متأكد اني لامي من المادة كلها. الاقي ان درجتي في الامتحان مش احسن حاجة. فمهم في تكنيك كده اتبعته في المذاكرة وفي تنظيم الوقت. وعمل جدول للمذاكرة وكده. لما التزمت بيه قدرت اذاكر نفس الوقت اللي كنت بذكره بس درجاتي تحسنت في الامتحانات. فالمهم هنتكلم عن كل دوت في الفيديو الجاي. فمساش تتأكد انك عامل للقناة وتفعل زر جرس عشان يوصلك الفيديو الجاي. كان معكم ديفيد هاني.